السلام عليكم ورحمة الله بهذا الدرس ممكن نضبط بعض الخصائص الخاصة بتطبيقنا مبدئيا هذه البوتونز ممكن تكون اسمها roll dice على تبارى انه شيء العلاقة بـ dice الخاص بنا وممكن بهذا المكان وممكن ايضا اسم الفكشن بهذا المكان سيكون بنفس الطريقة يعني roll dice بهذا الصورة مفهوظ يكون اسم الفكشن وايضا اسم الفكشن بهذا المكان سيكون roll dice ما يستقبل اي شيء ومبدئيا هذا ممكن نجعله على شكل كومنتز بهذا الصورة اذا مبدئيا هذه مجرد فكشن اعتيادية ما تفعل اي شيء مبدئيا ايضا هذا ممكن نجعله كومنتز بهذا الصورة ctrl s اذا تلاحظ بانه صار الموضوع بهذه الطريقة نريد نتلاعب بخصائص هذه البوتونز ومبدئيا اصلا هنا بهذا المكان المفروض بانه نتلاعب بالمحاذات الخاصة ايضا عندنا خاصية اخرى اسمها main axis size وليس alignment alignment انت تحدد المحاذات لكن المين اكسس سايز انت تحدد السايز او حجم المحور الرئيسي والمحور العمودي عليه فعلى سي مثال او نعطيه المين اكسس سايز دوت مينيمم سيجعل عناصر كلها بالمنتصف يعني كأنما هو يأخذ اقل مساحة ممكنة حتى يحوي بيها العناصر وما نحتاج لهذه space evilly حاليا بالنسبة لخصائص هذه البوتونز كيف ممكن نضيف خصائص لأي بوتونز كانت في هذا المكان بتكس بوتون نشوف بي انه عندي خاصية اسمها style لو نفتح هذه خاصية نشوف بي انه نوعها هي بوتونز ستايل بهذه الصورة فاذا نرجع مرة ثانية بهذا المكان مفروض بي انه عندي خاصية اسمها style وهذه الستايل هي تأخذ بوتونز ستايل ولكن ايضا مثل ما ذكرت البوتونز انواع اخذنا تكس بوتون اوتلاين بوتون وإليفيتد بوتون فبدل ما يكون عندي كلاس اسمه بوتون ستايل ايضا عندي مشتقات لهذا الكلاس فاذا عندي تكس بوتون ستايل وعندي ايضا اوتلاين بوتون ستايل وإليفيتد بوتون ستايل فبدل ما استعمل هذا الكلاس العام ممكن استعمل تكس بوتون بهذه الصورة dot ستايل فروم انه انا اريد بانه ااخذ خصائص لتكس بوتون اللي هو الزر النصي ااخذ خصائصه من الخصائص التالي ما هي الخصائص اللي اريد انضيفها عندي طبعا خصائصه كثيرة جدا نشوف بهذا المكان عندي foreground background عندي shadow color كل هذه خصائص ممكن اتحكم بيه على سي مثال foreground طبعا كل خاصية تدل على اسمه الموضوع جدا بسيط foreground color اللي هو اللون الكتابة يعني طبعا background ما ممكن اتحكم بيه حاليا لانه اصلا ما عندي background هو مجرد نص فاذا foreground color بهذه الصورة مجرد انه نعطيه اي لون احنا نريد على سي مثال colors dot white بهذه الصورة ctrl s او save تلاحظ بانه اللون صار ابيض لو اريد اتحكم بحجم الخط الان بهذا الموضع عندي طريقتي ان حتى اتحكم بحجم الخط اكيد هو اتحكم من حجم الخط عن طريق text style ومن ثم مثل ما تعلمنا انشئ object من text style ومن ثم احدد font size في هذه الصورة ومن ثم اعطيه حجم الخط اللي انا اريده على سي مثال 28 واكيد بما انه هذا constant value فيفضل بانه اضع لها الconest هاي طريقة الاولى بانه احدد حجم الخط بهذا المكان طريقة ثانية بما انه انا عندي نص بهذا المكان فممكن بهذه الطريقة وبهذا المكان احدد style الخاص بالtext ونفس هذا الobject اللي اسمه text style ممكن اخذك copy واضعه بهذا المكان واحذف الtext style من هذا المكان فالان شو بانه اعطاني نفس النتيجة نقطة اخرى ايضا نحتاجها اللي هي نريد بانه نضع فراغ ما بين هذه الصورة وهذه البوتون لكن احنا ما نريد انه نعمل مثلا space evenly او space between بحيث انه يجعل مسافة كبيرة جدا او يوزع مسافات بتساو ما بين الصورة والزر نريد انه نضع فراغ بسيط او مسافة بسيطة متى ما تريد وضع مسافات بسيطة ما بين العناصر طبعا ما بين عناصر الكلوم او الرو دائما لانه بالعادة بداخل الصف او العمود يكون عندي مجموعة من العناصر فمتى ما اريد هذا الشيء استعمل وجهت اسمه sized box وهذه وجهت نستعملها كثير جدا بتطبيقاتنا العملية اذا العنصر الاول هو صورة والعنصر الثاني هو text ما بين الصورة والتكست بهذا المكان بالضبط استعمل وجهت اسمها sized box بهذا الشكل اضغط عليها enter بهذه الصورة ومن ثم اضع الفارزة طبعا مبدئيا يفضل استخدام كونست اذا تريد تستعملها ككونستاند فاريو ممكن نشوف الخصائص الموجودة بيها الخصائص اللي بيها جدا جدا بسيطة اول شيء كيه حاليا ما انا علاقة بي عندنا خاصية الويد والهايت والشايلد ممكن تاخد بداخلها شايلد بمعنى انه تاخد ابن بداخل لو مهما يكون نوع هذا الشايلد هي من اسمه size box البوكس انه اني عندي صندوق والsized اذا محدد بابعاد معينة هذا هو معنى size box الان اللي اريده بانه يكون هذا size box فارغ فاذا الشايلد هذا شوف بانه يستقبل widget or null فاذا ممكن يكون شايلد فارغ وهذه اصلا هي ميزة size box الويد او الهايت على حسب التطبيق اللي انت تريده حاليا انا اريد فراغ بارتفاع معين وليكن ارتفاع 20 مثلا فبالتالي ساستخدم الهايت اذا هايت 20 حتى يعطيني ارتفاع 20 فتلاحظ بنا اطاني ارتفاع معين